اشهد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية بالعلاقات الودية الوثيقة والمتنامية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وما تشهده من تقدم وازدهار على مختلف الأصعيدة والمسويات بفضل رعاية سامية من لدن جلالة ملك البلاد المعظم جاء ذلك خلال جولة المشاورات السياسية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في بروكسل برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وسعادة السيد إنريكي مورا نائب الأمين العام والمدير السياسي لجهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي وخلال الاجتماع تمت مناقشة أوجه التعاون والشراكة الوطيدة بين البحرين والاتحاد الأوروبي في الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية وسبل تعزيزها بما يحقق المنافع المشتركة إلى جانب بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية